بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم الزراعة معاكم مهندس أحمد السعيد أساسيات تسميد النبات نركز أهو يا جماعة مع بعض في الحلقة دي تفرق معاك كتير جدا لو حضرتك بتزرع أشجار لو حضرتك بتزرع خضروات لو حضرتك بتزرع نباتات طبية وعطرية نباتات زينة أي نوع من أنواع النباتات يا جماعة الحلقة دي تفرق معاك كتير جدا هقولك على الطريقة الصحيحة اللي هتسمد بيها النبات اللي موجودة عند حضرتك عشان تاخد أكبر سرعة وأكتر استفادة من السمات اللي حضرتك بتضيفه عدة عوامل وعدة أساسيات لازم تحطهم في الاعتبار لو أنت هتشتغل تسميد مع النبات رقم واحد يا جماعة خصائص التربة وطبيعة التربة اللي حضرتك هتزرع فيها يعني ايه يعني التربة اللي موجودة عند حضرتك دي تربة رملية تربة طينية تربة كالسية تربة ملوحتها زيدة البي ايتش بتاع التربة عندك تربة قاعدية ولا تربة حامضية أهم حاجة أنك تبقى عارف خصائص التربة اللي موجودة عند حضرتك ليه عشان دي اللي على أساسها هينجح المشروع بتاعك دي اللي على أساسها هتختار المصادر السمادية اللي حضرتك بتضيفها دي اللي على أساسها هتعرف تقول أنا هضيف العنصر السمادي ده في صورة ايه وهضيف العنصر السمالي ده في صورة ايه وهل النبات هيستفيد منه ولا مش هيستفيد منه ده اساس نجاح المحصول اللي موجود عند حضرك واللي حضرتك بتزرعه لان بيقابلك مشاكل كبيرة جدا زي ايه حضرتك بتاخد برنامج تسميد من اي حد او اي حد من المهندسين وتشتغل ببرنامج التسميد ده وتيجي بعد اسبوع عشر طيام تلاقي ولا اي حاجة بين على النبات اللي موجودة عند حضرتك النبات مش بيستفيد من العناصر اللي حضرتك بتضيفها يبقى ايه يبقى انت هنا عندك مشكلة في الطربة او عندك مشكلة في برنامج التسميد بتاعك بتضيف الاسمدة المعدنية او العناصر الغذائية في صورة مش كويسة للنبات بمعنى ايه بمعنى احنا عندنا النهاردة عشان تاخد استجابة سريعة للنبات اللي موجودة عند حضرتك مثلا من عنصر النيتروجين النبات بيمتص النيتروجين او بيمتص الازودت يا جماعة في صورتين مهمتين جدا الصورة الاولى بيمتصوا في صورة نطرات ومهum بيمتصوا في صورة ايه امونيوم يبقى النبات بيمتص النيتروجين في صورة نطرات وفي صورة ايه امونيوم يعني تضفها له في صورة نطرات نشادر واضفها له في صورة ايه سلفات امونيوم وتركز او في الكلماتين دولة nove کاضيفروه معاك كتير جدا طب بالنسبة اليوريا اليوريا يا جماعة عشان النبات يستفيد منها لازم يحصل بعض المعاملات وبعض التحلات في الطربة وبعض البكتيريا بتحول حول للكم مش هارب ايه يحول الامونيوعة لحول الأمونيو عشان النبات يستفيد منها يبقى أنت بالنبت تبقى عارف الصورة اللي حضرتك هتضيف فيها السمات عشان تاخد أكبر سرعة من الاستفادة للكماوي أو للسمات اللي حضرتك بتضيفه يبقى اهم حاجة عندك ايه نوع الطربة اللي موجودة عندك طبيعة الطربة اللي موجودة عندك صرف الطربة نسبة الملوحة اللي في الطربة عشان تعرف هتضيف اكملة ايه إيه هي الأسميدة اللي بتقللك من الملوحة وإيه الأسميدة اللي بتزود من الملوحة كمان يا جماعة طريقة الرأي بتفرق معاك كتير جدا في برنامج التسميد اللي حضرتك بتحطه بمعنى إيه؟ بمعنى إن كميات السمادية اللي حضرتك بتستخدمها على مياه الرأي أو على النباتات اللي بتروها بالطمئيط بتختلف تماما عن كميات السمادية اللي حضرتك بترويبها بمياه الغمر يعني النهاردة لما بتلاقي مكتوب على الشكارة هتستخدمها بمعدل 6 كيلو الفدان حضرتك ما تروحش تسمدها لي لفدان خيار في الصوب عدل النباتات فيه 5000 نبات تستخدمها زي فدان خيار ما تشوف نبات أرضي أو بلدي فيه 25 ألف نبات أو 20 ألف نبات الكلام ده كلام خاطئ كمان يا جماعة موضوع التسميت ده بيتوقف على أسس كمية الميا اللي حضرتك بتضيفها هتبدأ تحدد على أسسها كمان تسمير النبات يتوقف على حسب المرحلة العمرية اللي حضرتك هتسمد ديها النبات يعني لما يكون النبات النهاردة عمر أسبوع مش زي ما يكون النبات عمر شهر ونص أو شهرين لما يكون النبات النهاردة في مرحلة المجموع الخضري مش زي ما يكون النبات في مرحلة المجموع الزهري أو مرحلة المجموع السمري يبقى نركز أولا جماعة في العوامل اللي احنا ذكرناها دي نقطة مهمة أولا جماعة كمان لازم تبقى عرفة ليه العناصر الغذائية اللي النبات بيحتاجها ايه هي العناصر الغذائية اللي النبات بيحتاجها وايه هي اهمية كل عنصر في كل مرحلة من مراحل نمو النبات العناصر الغذائية اللي النبات بيحتاجها يا جماعة 16 عنصر غذائي مع بعض المركبات الاخرى وبرضو هذكرها لك بعد كده 16 عنصر الغذائي دول اما عبارة عن ايه عبارة عن الكربون عبارة عن الهايدروجين عبارة عن الاكسوجين والتلات عناصر دول بيشكلوا 92% من بروتبلازم النبات او من تكوين النبات بالبلدي كده بيشكلهم 92% وعندك 8% تانين دول بقى يا جماعة اللي دايما اقول لك عليهم اللي احنا بقى بنعملهم بقى اللي هو برنامج التسميب بتاع المهندس احمد والمهندس محمود والمهندس ابراهيم والمهندس كل المهندسين دول والشغل بتاعك والكيماء والرش ونطرات سبحان الله يا جماعة عشان كده سبحان الله تعالى وربنا سبحان الله تعالى بقول في كتابه الكريم ايه انتم تزرعونها ام نحن الزارعون 3 عناصر اساسية النبات بيشكلوا 92% من دورة حياة النبات والباقي 8% دول يا جماعة هو الشغل بتاعك طب ايه هي العناصر التانية عندك 3 عناصر اساسية النيتروجين الفوسفور البوتاسيوم عندك 3 عناصر متوسطة الكلسم الماغنيسيوم الكابريت عندك 7 عناصر صغرى اللي هو الحديد والزنك والمانجنيز والنحاس والبورن والكلور والموليبدنم دول يا جماعة العناصر الغذائية اللي النبات بيحتاجها طب انت حضرتك دلوقتي رايح تشتغل مع النبات تسميت هتشتغل و هتبدأ لسه مع النبات ولسه النبات عندك لسه زرعه يبقى تشتغل على اساس ايه انك تعمل مجموع خضري قوي عندك عدة مراحل مهمة مهمة اولا لازم تبقى عارفها 3 مراحل مهمة في النباتات اللي يبقى فيها مجموع ظهري و عندك مرحلتين مهمين في النباتات اللي يبقى فيها مجموع ظهري يبقى لو عندك نبات هيبقى في مجموع زهري يبقى تشتغل على 3 مراحل مهمة جدا اللي هما مرحلة المجموع الخضري مرحلة المجموع الزهري مرحلة المجموع الثمري وتهتم بعدة عناصر هامة ذكرناها قبل كده عشان تعمل مجموع خضري قوي وعملنا 3 حلقات كل حلقة خاصة بكل مرحلة من مراحل النبات لأي نبات في الدنيا ازاي تعمل مجموع خضري قوي وازاي تعمل مجموع زهري قوي وازاي تعمل مجموع ثمري قوي وتكلمنا عن أهم العناصر الغذائية اللازمة لمرحلة المجموع الخضري وأقول لك برضو على السريع اللي هما إيه نيتروجين فسفور برضو عشان يعمل لك تنشيط الجزور نيتروجين ماغنيسيوم حديد أحماض أمانية خاصة حمضة أميني جلوتامي كواجرايسين ده لو أنت عايز تعمل مجموع خضري قوي طبعا مع باقي العناصر الأخرى عندك مرحلة المجموع الزهري مهم قوي أنك أنت تتمي فيها بعنصر الفسفور مهم قوي أنك تتمي بعنصر الكالسام مهم قوي أنك تتمي بعنصر البورن مهم قوي أنك تتمي بعنصر البوتاسيوم لما بتوصل لمرحلة العادة وتكون الصمار تركز على موضوع البوتاسيوم طب حضرتك هتشتغل إزاي على النبات؟ أنت بتسمد النبات يا جماعة عندنا بنشتغل مع تسميد النبات بحاجة اسمها البي بي ام اللي هو الجزء في المليون وده بيتحسب ويتقدر على حسب عدد النباتات اللي موجودة عندك فيه الطربة وعلى حسب كمية المية اللي حضرتك بتستخدمها يعني أنا النهاردة لما أقول لك هسمد الخيار مثلا هحط له خمسة كيلو إن بي كي وهدي ساعة مية طيب لو أنا هدي ساعتين مية هل أحط الخمسة كيلو إن بي كي لا وتسمد النبات بالطريقة الصحيحة وبالكميات الصحيحة وما تسمدش النبات وهو عطشان يعني إيه ما تسمدش النبات وهو عطشان؟ يعني أنت النهاردة رايح تسابق أبالك 3-4 تيام ملوتش الأرض لو أنت خاصة بتشتغل طنقيت يا جماعة وعايز تشتغل تسميد ما تحطش التسميد في أول المية هتحط التسميد فيهن؟ في المنتصف يعني لو أنت هتشتغل مثلا 45 دقيقة يبقى هتدور 45 دقيقة مية بيضة وهتسحب السمات بتاعك في 10 دقيقة أو 15 دقيقة دولا وهتسحب في 15 دقيقة الأخارة هتدي المية البيضة بقسم 45 دقيقة على 3 مراحل 5-15 مية بيضة و 15 تسحب فيهم السمات وال 15 التانين دول تسحب بعدهم ما يبضع عشان تسوق إيه؟ باقي الأسمدة اللي موجودة في الخرطيم اللي موجودة عند حضرتك كمان نقطة مهمة جدا لو ظهر عندك أي مشكلة على النبات اللي موجودة عندك وقف تسميد وابدأ عالج المرض الأول اللي موجودة عندك عندك عفان جزور ما تشتغلش تسميد عندك أي نوع من أنواع الأمراض اللي موجودة على النبات ما تشتغلش تسميد بتعمل إيه؟ هتعالج النبات اللي موجودة عند حضرتك في الأول كمان يا جماعة مهم قوي انك تبقى عارف زي ما قلتلك بييتش التربة ليه لان احنا عندنا بعض العناصر بتسبت في التربة الحامضية وبعض العناصر بتسبت في التربة القاعدية يعني ايه تسبت يعني ترصب يعني النبات مش بيقدر يستفيد منها يبقى لازم تيسرها لامتصاص النبات يبقى لازم تكون عارف المصدر السمادي اللي حضرتك بتستخدمه وده هيفرق معك كتير جدا لو حضرتك متابع مع متخصص هيقولك هتستخدم ايه من المصادر السمادية بالنسبة لازوت بالنسبة لبوتاسيوم بالنسبة لفصفور بالنسبة لجميع العناصر الاغذائية اللي بيحتاجها النبات بكده يا جماعة انكم وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة اتمنى كنت قدمتلكم معلومة مفيدة ولايك يا جماعة الفيديوهاتنا لو بتعجبكم شكرا لحضراتكم تحياتي